قال مكتب البريد الحكومي الصيني يوم الخميس عنده منذ ديسمبر الجاري شهد قطاع البريد السريع في الصين جولة جديدة من ذروة أعماله كانت العمليات بشكل جمالي لقطاع البريد السريع تسير بشكل سلس نسبيا ولمعالجة الضغط الكبير الذي تشهده مراكز التوصيل على مستوى التسليم النهائي فقد تم اتخاذ تدابير متعددة لتسريع عملية التوصيل الطرود قال مكتب البريد الحكومي الصيني إنه منذ السابع من ديسمبر بلغ عطد الطرود لدى مراكز البريد السريع ليوم واحد في جميع أنحاء البلاد أكثر من 360 مليون طرد وكانت أعمال صناعة البريد السريع تسير بشكل سلس نسبيا وحث المكتب الشركات ذات الصلاة على تجديد ترتيب القوى العاملة للحفاظ على التشغيل العادي لمراكز التوزيع التي يتم إيقاف العمل بها بسبب نقص الموظفين مع التركيز على نقاط التوزيع الرئيسية لحل مشكلة تراكم الطرود عند عملية نقلها بسرعة سنعمل على تأكد من أن مراكز البريد في المستوى القاعدية مفتوحة وإنشاء فرق خاصة لعطاء الأولوية لمعالجة مواد البريد السريع التي يحتاجها الجمهور بشكل عاجل ومن بينها مواد الوقاية من الوباء والمواد الطبية والأدوية قال مكتب البريد الحكومي الصيني إن شركات التوصيل بذلت قصارى جهدها لتخفيف حالة تراكم الطرود من خلال إرسال المزيد من موظفيها واستخدام الصناديق الذكية في الوقت نفسه من الضروري أن تشرح الشركات المعنية بصبر للمستهلكين إذا واجهت صعوبات حقيقية